السلام عليكم قريب السنة ونطل تتصل لأرقم جاتي فيه ومكيش بديهاش ليلة هيل الله سمح لين أخونا ودي أضر لي فرحاً بزافك سيدي الرقم ديالكم سمح لين سيدي عزي سمح لين الله يطقي خير والبركة يا مرحباً بك سمحولي يا سيدي الله العفو ضغيت الممرأة ديالك إن شاء الله مرحباً وخل إن شاء الله عشان عندي نص ومشحالة دي وإن كنا نحاول تتصل بك خير بالمرأة قريب ستشعرك يوم عشر ديالك عادي الهودي إشحال العمر ديالك ثلاثين سنة ثلاثين سنة وهدي المس عندك قديم تقريباً قديم قديم في السنة وكنا عادي عادي السنة هاي باش كتشعر؟ اش كي وقع عليك؟ مهين بغيك تشكي معك من خارج بإن شاء الله لكن من الموكين نمر ديالك وخا بإذن الله سيد عاديد بإذن الله أنا غندو فزق الاستندار ومعن السنان المخرجة للا مجدولين نتعطيك الرقم الهاتفي ونتوصل فيما بعد بإذن الله سعدي لله شفيك ويعافيك الله يحميك الوريدين جزاك الله خيراً العفو 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 والله يرزق اللهم يرزق اللهم يرزقك العلم النافع يا رحمن يا رحيم اللهم أمين شكراً لك شكراً لك المشكلة ديال المس غالباً هو كيصيب الفتيات وكيصيب النساء علش الفتيات الفتيات اللي باقين قبل الزواج كيصيبهم المس العاشق والنساء الكبار كيكون عندهم ملهم الشديد كي وقع على الضغط الضغط للهموم والمشاكيل وقد تصابوا ببعض الأعمال السحية فتصابوا بالمس غالباً النساء الرجال ناذراً كيتصابوا بالمس ولكن عندهم المس كيتعذبوا الرجال مسهم صعب جداً علش؟ لأن المس اللي كيصيبهم قد يكونوا من النوع العاشق كتبغيه واحد المرأة منك العالم الخفي وكتزيره وكتستقر له في مكان معين غالباً في الركبة وكتقضيه من الركب منهم ديما كيتمتعب ديما كده أحين قد ينتقل إلى جهات أخرى من الجسم وكتخليه دائماً بعيد كل البعد عن الناس العمال ما يقدر يخدم القرية ما يقدر يكملها يبغي زوج ما يقدر يكمل دينه ولكن زوج يفتر في علاقته مع زوجته ويتوارى عن الأنظار وكيبقى في السرعة لكن كنبغي نقول لك سيدة عادل ولكفة المستمعين أن هذه الحلدية المسمن عمروش بها رأسنا بزاف هي مش هاجة كبيرة هي أعراض تتصيب الإنسان وبقوة الإيمان وقوة الإرادة وقوة العزيمة ممكن نحن نسرع هذا المخلوق الغريب كما أنه يسرعونا نحن نسرعوه رأى هو اللي كيخاف منه كيخاف منه كيسيطر عليه وإنه كان رجال الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا زادوهم رهقا كيحجر فالإنسان كلما كان قوي في إرادته وعزيمته مرتبطا من ربه ميخافش من خاف لمن ظلام لكن انت بوحدي من قصنا لي بوحدي معي ربي جل جلاله إن معي ربي سيهدين وهذه الأيام المباركة المعظمة عند الله من شهر رمضان رشيطين ضعافاء جدا ربك اسلبنهم القوة ديالهم أضعف ما تكون هاد الأرواح الخبيثة ضعيفة في رمضان وقد جاء في الحديث أن الله تعالى يصفدهم بالسلاسل والأغلال كيكونوا ضعاف اللي بغي تخلص منهم هذه هي الفرصة المناسبة أنه كيكتر من تدوات القرآن الكريم كيكتر من ذكر غنغن قولي أخي عادل هاد الأيام حافظ على ذكر واحد استحضر ما عندك من هم وغم ذكر واحد ابقى في اللسان ديالك وردده كثيرا اللي هو علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها أن تقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني كل ما يعلق بك من مشاكل وهموم وصعوبات ينزل حكم بالعفو الإلهي فيطلق صراحك وغدك إن شاء الله في وضعي مريح بإذن الله الله يشفيك ويعافيك سيدة عدل اشتركوا في القناة